موسيقى الرياضية المفصلة من الميادين والبداية مع العنوية موسيقى سوريا تحمل راية العرب في مونديال الناشئين موسيقى ويلز تعود إلى البطولات القرية الكبرى بعد غياب أكثر من نصف قرن موسيقى وفي النشرة أيضا تحالف قطري أمريكي من أجل السيطرة على إدارة بطولة العالم للفورمولا 1 موسيقى أهلا بكم برغم معاناة الحرب وقساوة أثارها حجز المنتخب السوري للناشئين مقعده بين كبار المنتخبات العالمية بأعمار لا تتجاوز السابعة عشرة نصور قاسيون حلقوا واحدين بالراية العربية من أجل تمثيلها في كأس العالم للناشئين في تشيلي اكتملت استعدادات منتخب سوريا للناشئين الفريق أنهى تدريباته ومعسكراته الخارجية والداخلية ليختتمها في مدينة الأذقية قبيل الانطلاق للمشاركة في الفعالية الدولية أنا باعتقادي هذا بحد ذاته إنجاز للشعب السوري كون كلنا منعرف أنه هذه الفئة من الأعمار هي عمرها الآن قريبا 17 عام إذن يعني الأزمة إذا منقول 4 أو 5 سنوات فإذن هذا جيل حرب كون أنه نشارك مع هذا الجيل تحديدا بكأس العالم هذا بيعني كتير لكل عربي سوري تدريبات واستعدادات بدنية وتكتيكية أنهاها اللعبون برفقة مدربهم العديد من المباريات الودية والدورات الكروية خاض نصور قاسيون غمارها أخرها مشاركتهم في دورة تشرينة في الأذقية ما يمثل أعدادا بدنيا جيدا للعبين قبيل انطلاق المسابقة معسكرات تدريبية في روسيا وأخرى داخلية في سوريا التهديدات المستمرة للعاصمة بقذائف الهاون لم تمنع اللاعبين من إكمال تدريبهم في ملاعبها حتى وصلوا إلى اللاذقية محطتهم الأخيرة قبيل الانطلاق طبعا نحن البلد الوحيد العربية أهلنا كأس العالم هذا إنجاز طبعا والتجهيزات جهزنا بشكل جيد كتير كتير وإن شاء الله نقدم أداء جيد نرفع عالم بلادنا واسم سوريا بالعالي وكان هذا الشيء حلم وتحقق بهمة الشباب وبالإرادة تبعيتنا تحضرنا تحت الظروف صعبة كتير تحدي جدي يراه اللاعبون في المشاركة بعد تغلبهم على منتخبات قطر والسعودية وعبورهم إلى المسابقة الفريق الذي خرج بلعبيه خلال سنوات الحرب السورية يقدم اليوم صورة حقيقية لتحدي الموت والدمار ويحمل اسم بلاده إلى المحافل القروية العالمية السعداء يكون بشكل كثير كويس لايك استحقاق عالمي بده جهد بده شغل بده تعب كتير ما بكفي نحن أنه وصلنا لتشيلي وما رح نرفع عالمنا بتشيلي نحن هدفنا كمان ندافع عنه الباراكوي، نيوزيلندا وفرنسا منتخبات سيواجهها لعب سوريا في تشيلي توقعات بنتائج جيدة سيحققها الفريق بعد إكمال تدريباته فضلا عن أمل كبير واندفاع لتمثيل سوريا في كأس العالم بفريق خرج من بين سنوات الحرب للحديث أكثر عن تحضيرات نصور قاسيون للعرس العالمي معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق مدرب انتخب سوريا للناشئين كابتن محمد العطار كابتن بداية طبعا نبارك لكم على هذا الإنجاز ونرحب بك معنا في الميادين شكرا إليك والله يبارك فيك وهذا الإنجاز إنجازنا كل العربين إن شاء الله إن شاء الله أكيد كابتن يعني بداية إذا ممكن أن تضعنا في آخر أجواء استعدادات المنتخب قبل السفر إلى تشيلي الأسبوع المقبل طبعا نحن المحطة الأخيرة للإستعداد كانت بمدينة اللادئية بالمشاركة بدورة شرين الكروية لفئة الرجال طبعا نحن حاولنا تعمين مباراة خارجية ولكن لم نستطع تعمين أي مباراة خارجية دولية فما كان عنا خيار آخر غير أن نحن طلبنا الموافع على المشاركة بدورة شرين الكروية للرجال وبصراحة نحن شاركنا بهذه الدورة بالدور الأول لعبنا ثلاث مباريات وبالدور الثاني لعبنا مباراة دور نص النهائي والدور النهائي طبعا لا شك بأن هذه الدورة بالنسبة لنا كانت كثير مفيدة على كافة المستويات وعلى كافة الصعود إن كانت فنية أو بدنية أو تكتيكية أو خططية أو حتى فكرية لا شك بأنه رفعت من هذه الأمور بشكل ملحوظ وهذا الأمر أكيد رح يصب بمصلحة المنتخب إن شاء الله هل كان هناك احتكاك قوي في هذه الدورة؟ من هي الأندية التي شاركت فيها؟ هل استطعتم ربما التحضير جيدا لكأس العالم من خلال هذه الدورة؟ أو ساعدكم في التحضير؟ طبعا أنا قلت لك أنه نحن هذه الدورة رح تشكلنا إن شاء الله إضافة للمنتخب بالنهايات العالمية طبعا كان بمجموعتنا كان فريق حطين وفريق الاتحاد وفريق الكرامة طبعا تعادلنا مع فريق رجال الكرامة وتعادلنا واحد واحد عفوا مع الكرامة وتعادلنا مع رجال الاتحاد اتنين اتنين وفزنا بالدور الأول على فريق حطين الثلاثة الصفر بالدور نص النهائي كمان اللعبنا مع فريق النوع عير وربحنا عليه أربعة ثلاثة نتقلنا للدور النهائي طبعا بالدور النهائي كمان اللعبنا مرة تانية مع فريق حطين ولكن بالمبارأة النهائية خسرنا بنتيجة واحد صفر وطلعنا تاني بدور التشرين الكروية للرجال لا شك بانه هاي البطولة بالنسبة لتلك كانت كتير مفيدة ولكن نحنا بصراحة هنن هدول الفرق اللعبناهم هنه فرق رجال أكيد بالنسبة للاعب ناشئين انه عم يجاري هاي الفرق هذا شيء كتير منيح والشيء كتير كويس بس بصراحة نحنا أنا والجهاز الفني المتواجد معي كنا قلقين نوعا ما من من الإصابات لا سمح الله لو كان صابت أي لاعب لأنه انت بتعرف لاعب ناشئة مع فرق الرجال لابد من أنه يبزل مجهودات كبيرة لحتى يواجه الفوارق البدنية والفنية والتكتيكية والزهنية العالية لدى اللاعبين فرق الرجال لكن الحمد لله إلى حد ما قدرنا نحن نجاري هاي الفرق وقدرنا نصل المباراة النهائية ونطلع تاني بهذه الدورة نعم طيب كابتن طالما نتحدث عن الاستعدادات وعن أنه أقمتم مباريات خارجية يعني طبعا أنتم أقمتم أيضا العديد من المعسكرات برأيك ما اكتسب المنتخب من هذه المعسكرات وطبعا أكيد كانت إيجابية لكم ما كانت الفائدة منها إذا ممكن أن نقول طبعا أنا استلمت المنتخب قبل شهرين من نهايات كأس العالم تقريبا أنا هلأ تقريبا نصلي بحدود شهرين رحنا معسكر لروسيا عدنا في 13 يوم طبعا أجرينا فيه ثلاث مباريات هناك مع بطل الدول الروسي للشباب وثالث ترتيب الدول الروسي للشباب أيضا هناك طبعا لا شك بأنه حصدنا فائدة فنية كتير كبيرة وبدأ لك أنا بأنه أي مباراة مهما كانت فيه أشياء سلبية وأشياء إيجابية طبعا نحن من ركز كتير على الأشياء الإيجابية ونشتغل على أصلاح الأشياء السلبية بشكل كتير منيح من خلال التدوينة وتسجيلها وتصحيحها من خلال التدريبات اليومية ومن خلال الدروس النظرية مع اللاعبين طبعا نحن هدفنا النهائي هو نهاية كأس العالم لا شك بأنه نحن عم نعمل جاهدين أنه نحن نصل لنهاية كأس العالم بأقل أخطاء لنقدر نظهر بشكل جيد أو بصورة جيدة في النهايات العالمية من ضمن أحسن 24 فريق بالعالم إن شاء الله بتشيري نعم قلت أنه منذ شهرين أيضا استلمت هذا المنتخب وحضرتك كلنا نعرف أنه كنت صاحب إنجاز التأهل تركت المنتخب لفترة ومن ثم عودت لاستلام دفة القيادة في البطولة هل برأيك أثر التغيير في الجهاز الفني على الكيميائية التي خلقتها أو أوجدتها حضرتك بين اللاعبين أم أنه عودتك أحدثت صدمة إيجابية للمنتخب طبعا أنا بصراحة بعد ما تأهلنا كأسيا طبعا أنا من البداية أنا مع الفريق من فترة تحضير لتصفيات آسيا تأهلنا لنهايات آسيا بتايلاند بعد عام كامل نحن لعبنا نهايات آسيا بتايلاند ونحن هنا تأهلنا كأس عالم بعد ما تأهلنا كأس عالم تقريبا بعد شهرين طبعا ما كان في تعيين لأي كادرين جديد ولكن بعد تقريبا محدود شهرين تم تعيين كادر فني جديد للمنتخب وتم تكليفي أنا بتدريب منتخب ناشئين جديد يستعد لتصفيات آسيا جديدة مرة أخرى طبعا نعم قد ولكن بعد بعد تقريبا عشر شهور بتلك أنا محدود من شي شهرين تم إعادة تسميتي كمدير فني للمنتخب الوطني للناشئين المتأهل لنهيئة كأس العالم نعم كابتن سنتابع الحديث طبعا معك عن كل هذه المواضيع عفوا على المقاطعة ولكن نود أن نقدم أكبر كمية ممكنة عن سوريا طبعا وعن المنتخبات العربية الأخرى التي سطرت إنجازات نوعية في كأس العالم للناشئين ولعبين عالميين كبار انطلقوا من بوابة الموديال الصغير نحو النجومية نتعرف على أبرز المراحل التاريخية لموديال الناشئين مع عبد الرحمن عز الدين إليك عبد الرحمن شكرا لك أماني السلام عليكم مشاهدين عام 1985 شهد انطلاق قطار كأس العالم للناشئين بإقامة النسخة الأولى في الصين في نسخة إيطاليا عام 1991 رفع العمر الأقصى للعبين المشاركين من 16 عاما إلى 17 عاما يشارك في البطولة 24 منتخبا تتوزع على 6 مجموعات الأفارقة كان لهم اليد العليا في هذه البطولة إذ تتصدر نيجيريا ترتيب المتواجين باللقب مع أربعة ألقاب متفوقة بفارق لقب واحد على البرازيل فيما تملك كل من غانا والمكسيك لقبين السعودية كانت العلامة الفارقة عربيا فبعد تأهلها إلى ربع نهائي النسخة الأولى تمكنت من التتويج باللقب عام 1989 بفوز على إسكتلندا في النهائي منتخبات عربية عدة مشاهدين تركت بصمتها فتأهلت قطر مرة إلى نصف النهائي وصلت عمان إلى نصف النهائي وربع النهائي مرة واحدة كما وصلت مصر إلى ربع النهائي في مناسبة واحدة منذ عام 1999 غاب العرب عن التألق الوصول إلى الأدوار المتقدمة اليوم يملكون ممثلا واحدا في البطولة المقررة في تشيلي هو المنتخب السوري مهمة نصور الشام لن تكون سهلة على الإطلاق فهم وقعوا في المجموعة السادسة إلى جانب نيوزيلاندا فرنسا وبراغواي نجوم كبار سطعوا من بوابة كأس العالم للناشئين الإيطاليان جيان لويجي بوفون أليساندرو ديل بيرو الثلاثي إكير كاسياس أوندرياس إنيستا شافي هرنانديز ويبقى الأسطورة البرازيلية رونالدينيو أبرز من تم اكتشافه من خلال هذه البطولة هذه كانت لمحة مشاهدين عن تاريخ بطولة العالم للناشئين والآن نعود وإياكم إلى أمان شكرا لك عبد الرحمن نكمل معك كابتن محمد أنتم اليوم ممثل العرب الوحيد في نهائيات كأس العالم طبعا كل فريق يصل إلى هكذا بطولة لديه طموح بالوصول إلى أدوار متقدمة أنتم بحسب استعداداتكم إلى ماذا تطمحون أو إلى ماذا يمكنكم الوصول إلى أي أدوار وهل يمكن أن نرى إنجاز كما فعلت السعودية عام 1989 وفازت بالبطولة طبعا ما في شك نحن رح نلعب بكأس العالم أكيد ما هنروح ضيوف الشرف نحن لهنيك أكيد لدينا طموح لدينا أحلام لازم يعني مثل ما بيقولوا نحن عندنا أهداف بعيدة عم نرسم إلا إن شاء الله طبعا أهدافنا وأحلامنا أن نوصل لأبعد مرحلة ممكنة من خلال مشاركنا بكأس العالم طبعا تحضيرنا طبعا لا يوازي التحضيرات الفرق الكبرى اللي مشاركة بكأس العالم ولكن نحن بالإمكانيات المتاحة بالإمكانيات اللي موجودة عم نحضر وإن شاء الله نحن مثل ما قلت لك لدينا أحلام ولدينا طموح وإن شاء الله رح نحق نتائج جيدة إن شاء الله بنهاية كأس العالم طبعا طموحاتنا إن شاء الله هي بعيدة نوعا ما ولكن يجوز البعض يقول أنه نحن بيجوز كثير متفائلين أو كثير طموحنا كبير ولكن نحن هيك وبدأنا هيك مع المنتخب ورح نتمنى هيك للنهايات العالمية إن شاء الله نعم نعم كابتن طبعا من تحت أنقاد الركام والدمار وصلت الرياضة السورية نفض غبار الموت عن بلد أثكلته المشاكل الأمنية المنتخبات الوطنية في بلاد الشام وصلت تصطير ملاحم كروية آخرها كان التأهل إلى انهاء بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية من العاصمة القطرية الدوحة حلق نسول قاسيون فوق رؤوس منتخبات خليجية تتفوق عليهم من حيث القدرات المادية وكذلك اللوجستية إضافة إلى الاستقرار الأمني لكن السوريين انتفضوا على واقعهم المرير وتصدروا مجموعتهم بعد تحقيقهم انتصارين على الإمارات وسلطنة عمان وفي نصف النهائي تجاوز السوري العنابي القطري في عقر داره وأخرجه بهدفين ليضرب موعداً في النهائي مع إيران الفائزة على اليمن يعني كابتن نحن نرى بشكل عام تطور في الكرة السورية المنتخب الأول يحقق نتائج مميزة وممتازة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم نشئوا سوريا في المونديال وكذلك المنتخب الأولمبي تأهل إلى نهاي بطولة كأس غرب آسيا ما هو السر وراء النجاح الكروي في سوريا برغم كل ما يحدث من دمار وأحداث دراماتيكية تعيشها البلاد لا شك بأنه أي نجاح أو نجاح أي عمال له مقاومات وإله أسس وهذه الأسس والمقاومات إذا كانت مبنية على أشياء علمية أكيد راح إن شاء الله الواحد يحصل على نتائج جيدة طبعا الاهتمام بهذه المنتخبات هو مو وليد هاي اللحظة صلوا من سنوات يعني مثل ما تفضلتين نحن من ثلاث سنوات بدأنا بالمنتخب بعد سنتين بعد سنت أهنا كأس عالم ونحن هلأ بنرعب كأس عالم من المنتخبات الأولمبية نحن أخذنا بطولة غرب آسيا من فترة وحتى على مستوى الرجال كمان نحن نحن نحقق نتائج جيدة مثل ما قلت لك التخطيط السليم والعمل السليم الممنهج أكيد راح يحصل نتائج جيدة وإيجابية بالرغم من أنه ظروفنا بصراحة غير مواتلة لأنه نحن نلعب يعني بمستويات عالية ولكن مثل ما هاتفضلتي وأرجع بأكد أنا أنه الإصرار والعزيمة اللي موجودة لدى الشعب السوري لأنه يترك بصمة ويرسم فرحة كتير كبيرة على وجوه الشعب السوري موجودة من خلال المنافسات الرياضية نعم شكرا جزيلا لك كابتن محمد العطار مدرب منتخب سوريا للناشئين طبعا نتمنى لكم كل التوفيق في مونديال الناشئين ونتمنى أن ترفعوا اسم العرب بالأعلى إذا الأراد إن شاء الله شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة تحياتي لك شكرا لك إذن نكمل نشرتنا القتال بالرغم من الإيقاف استراتيجية أعلن ساب بلاتر أنه سيستخدمها بعدما عقبته لجنة القيام في الفيفا السويسري قال لصحيفة جفايتس أمزو تانغ إن بإمكان البعض تدميره لكن لن يستطيع تدمير عمل أمض عمره لإنجازه رئيس الفيفا منذ عام 98 كان قد أقف على نحو الموقت لمدة 90 يوما ابن 79 عاما نفت تهم الموجهة إليه وتقدم بطعن لإلغاء العقوبة منتخب ويلز إلى المحافل الدولية من جديد بعد أكثر من نصف قرن الدولة الصغيرة حجزت بطاقة العبور إلى كأس أمم أوروبا الصيف المقبل لملاقات كبار المنتخبات العالمية احتفالات منتخب ويلز لم تأتي عن عبث انتظر الجمهور 57 عاما للتأهل إلى بطولة كبيرة بحجم كأس أمم أوروبا على الرغم من الخسارة بهدفين أمام المنتخب البوسني لكن ويلز حجزت بطاقة العبور إلى فرنسا الصيف المقبل بعد سقوط إسرائيل أمام قبرص بهدفين لواحد جاريث بيل كان نجمة تصفيات سجل ستة أهداف وصنع اثنين فحقق حلما عجز عنه عمالقة مثل راين جيكس مارك هيوز والراحل جاريس بيل هذا حلم حياتي لا يمكن وصف مدى الاعتزاز بالمنتخب بدءا من اليوم سنخطط لتمثيل بلادنا على أفضل نحو في فرنسا لكن في الوقت الحالي سنستمتع بالتأهل التاريخي ابن الستة والعشرين عاما دخل قائمة أهم جومي ويلز فحصيلة مشاركاته مع منتخب بلاده بلغت 53 مباراة دولية وسجل 18 هدفا الدولة الواقعة وداخل حدود بريطانيا العظمى غابت عن الخريطة العالمية لكرة القدم منذ عام 1958 في السويد حين خسرت في ربع النهائي أمام البرازيل هذا حلم تحول إلى حقيقة كل اللاعبين من جيل والأجيال السابقة اقتربوا بشدة من التأهل والموقف كان صعبا لكن هذه المجموعة حققت الإنجاز الثلاثاء المقبل سيكون موعدا الاحتفال مع الجمهور في العاصمة كاردف حين يستضيف منتخب ويلز ضيفه أندورا في آخر مواجهات التصفية في أخبار الكرة البرتقالية مدينة تشنزن تستقطب أندية دور كرة السلة الأمريكية للمحترفين من أجل الترويج لكرة السلة في الصين ملعب المدينة الصينية احتضن مباراة تشارلوت هورنتس والوس أنجلس كليبرز استعرض الفريقان أمام حشد من عشاق اللعبة وأنهل هورنتس اللقاء لمصلحته مواجهة الفريقين الأمريكيين تحمل الرقم 20 لأنديات العمسام التي خاضت مباريات استعراضية في الصين في العاصمة الإسبانية مدريد فتح قصر الرياضة أبوابه لنجوم السلة الأوروبية والأمريكية بعدما استضاف ريال مدريد منافسه بوستن سلتكس فوارق تاريخية كانت حاضرة في أجمل أمسيات السلة كأن التاريخ يعيد نفسه بعد 27 عاما يوم ذاك التقى بوستن وريال مدريد في نهائي بطولة مكدونالدز وانتهت المباراة لمصلحة النادي الأمريكي بنتيجة 111 نقطة في مقابل 96 تماما كما اللقاء الودي باستضافة العاصمة الإسبانية لعب الملكي في الثمانينيات تابعوا المواجهة من أرض الملعب وعلى رأسهم يورنتي وبيالوبوس ورومي ثلاثي التشكيلة الأساسية لعام 88 شاهد تألق سيرخ يولول صاحب الخمسة عشرة نقطة بالتساوي مع زميده فيليبي ريس الجهاز الفني للملكي دفع باللاعبين كافة وكان لافتا الأداء الجماعي فدخل عشرة لاعبين لائحة الهدافين تألق نجوم إسبانيا لم يكن كافيا للفوز لأن الضيف أحرز سابقا لقب الان بي اي في 17 مناسبة بوستن فرض إيقاعه ابتداء من الربع الثاني وعزز الفارقة في الثالث عبر اللاعب ديفيد لي صاحب الثنائية المزدوجة والمؤلفة من ثلاثة عشرة نقطة وأحدى عشرة متابعة زميله أفري برادلي أسهم في الانتصار أيضا بتسجيده سبعة عشرة نقطة في غضون أحدى وعشرين دقيقة نملك لعبي ارتكاز يتمتعون بقامات صويلة ما جعلنا نفرد قوتنا تحت السلة وفوق ذلك كانت للتمريرات الحاسمة الكلمة الفصل في الفوز أعتقد أن ديفيد لي كان الأفضل إلى جانب حسه القيادي والتهديفي الجميع يشعر بالارتياح معه في الملعب المباراة بين الفريقين تأتي في إطار أعداد بوستن للموسم الجديد على أن يحط رحاله في مدينة نيويورك الأسبوع المقبل لمواجهة نيويورك نيكس في عالم السرعة فاز الإنجليزي لو ساملتون بجائزة سباق روسيا الكبرى فعاد لأنجاز الألماني سباستيان فتيل كثالث أكثر السائقين تتويجا بسباقات فورميلا وان بـ 42 رقم سائق ميرسدس سبق زلزالا محتملا في إدارة بطولة العالم وسط حديث عن انتقال العهدة إلى تحالف قطري أمريكي مباشرة مع قرب انتهاء مراسم التتويج توجهت الأنظار إلى بيرني أكلسون ترقب في كواليس بطولة العالم بعد إشعال العجوز الإنجليزي قبل أيام فتيل صفقة من شأنها تغيير معالم ملكيتها الإدارية تعود إدارة البطولة إلى مجموعة سي في سي كابيتل صاحبة 35.5% من مجمل الأسهم ويحوز مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم نسبة 5.3% من أسهم البطولة أكلسون المحا إلى إمكانية فوز مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية بحقوق الإدارة بتحالف أمريكي المجموعة المالكة لفريق فاريس سان جرمان بالتحالف مع مجموعة RSE تحضر للانقداد على صفقة تتراوح بين 7 و 8 مليارات دولار صحيفة فينانشل تايمز نشرت في مقال تتجه سي في سي كابيتل المديرة الحالية للبطولة إلى تقليص حصتها للمرة الثانية والتحالف القطري الأمريكي هو الأقرب لحسمها وتستند الصحيفة في معلوماتها إلى خطوة سابقة للمجموعة القابضة فعام 2012 قلصت حصتها من 63% عندما باعت حصة لها لشركة بلاك روك مقابل مليار و 600 مليون دولار قطر من خلال استحواذها على إدارة بطولة الفورميلا ون تسعى إلى التوسع رياضيا واقتصاديا في القارتين الأمريكية والآسيوية احتضان أحد سباقات البطولة لن يكون بالمفاجأة خصوصا أنها رصدت العام الماضي نحو 50 مليون جنيه استرليني لذلك مصادر صحيفة الشرق الأوسط تشير إلى مخاوف بحرينية من تصادم المصالح مع الجارة العنابية خصوصا أنها تملك حق رفض استضافة أي سباق في المنطقة لكن هل تحتمل الرزامة ثلاثة سباقات شرق أوسطية بعد البحرين وأبوظوي؟ الجواب يرتقب من البحرين التي ستكون بالمرصات أكلستون يقول لا مشكلة مادية في الأمر لكن يجب حسم العقبات التعاقدية مع مالكي السباقين الجارين نختم مع أخبار الكرة الصفراء تويجا ستانسلاس فافرينكا بلقب بطولة اليابان بتغلبه على الفرنسي بنوابير في المباراة النهائية السويسري احتاج إلى ساعة واحدة وخمس دقائق ليحسم لقاء بمجمعتين من دون مقابل المصنف الرابع عالميا أحرز لقبه الرابع هذا العام والحادي عشر في مسيرته الاحترافية مع أخبار التنس ننهي الرياضية المفصلة للمزيد الميادين دوت نت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة